ارتياح كبير بدته ساكنة مدينة تزنيت والجماعة القروية المحيطة بها بمجرد دخول حافلات جديدة لاستغلال خطوط النقل العمومي وذلك بعد سنوات من المعاناة مع مسألة التنقل من وإلى تزنيت بمزي كانت طوبيسات وانقصوا علينا الطريق شوية وعلى ما شارع أقله وكانت مشي المناطق وكانت منه باش يخرجوا ديالة إسي ديفني باش حتمال البلاد كنا تنمشيهم من اللي ما كانت طوبيس بكرة صين مئة في المئة خمسين في المئة بها كلها خمسين في المئة هذا بابي خير هذا الاستثمار كلف الشركة الفائزة بالتدبير المفاوض للنقل الحضري والقروي بالإقليم خمسة ملايير سنتيم ونسبة تغطية الخطوط بلغت حالياً تمانين بالمئة الشركة شرعت في استغلال خطوط الشبكة الشبكة قدم 16 خط منه 4 خطوط الداخلية لكتهم المرضى الحضاري ديال مدينة تيزنيت وخطوط 3 ديال الخطوط يهم الدائرة ديالتفرات وباقي الخطوط كتهمة الربط بين مدينة تيزنيت وبين جماعات تابعة الإقليم ديالتزنيت هذه الحافلات الجديدة هي طمرة اتفاقية بين المجلس الإقليم لتيزنيت والشركة المكلفة بتأمين خدمة التنقل بمختلف الخطوط المتواجدة بالإقليم وذلك على مدى عشر سنوات قابلة للتجديد مدة خمس سنوات إضافية زيادة على فرص العمل الجديدة التي توفرها هذه العملية نحن مجلس إقليمي إذن تكلفنا بإنجاز دراسة بغلاف مالي تقريبا تشيء 337 ألف درهم إنجازت الدراسة من طرف مكتب الدراسات على هذه الدراسة بنية دفتر التحاملات وبنية وتبنية الاتفاقية حروض عمل لكي يشملوا تشغيل ستين سائع حافلة نقل حضاري لكي تفرعوا على رخصة سياع قد وكذلك بنات مكلفات باستخلاص الفواتير ديغو سوفيز وكهما كان العدد ديالهم ستين مع تشغيل عشر مراعبين الأسطولة في سنته الأولى انطلق بأربعة وثلاثين حافلة من الحجم الكبير والصغير مراعة لطبيعة الخطوط على أن يزداد العدد السنة المقبلة إلى أربعين حافلة للنقل العمومي تماشيا مع انتظارات واحتياجات الساكنة من هذه الخدمة الحيوية